يا هلا بخواني اليوم راح اخبركم ليش اعتبر هذا الباوربانك من افضل بنوك الطاقة في السوق وكيف تختاروا افضل باوربانك للهاتف اللي عندك معظم الشواحن تشحن الهاتف بسرعة من 12 الى 18 واط بس هذا الباوربانك يشحن حتى 45 واط يعني تقدر تشحن ايفونك هاتفك الاندرويد باعلى سرعة ممكنة ويشحن اللابتوب والايباد بدون مشاكل ويجي معاه قابس كهرباء بسرعة 45 واط واللي عادة تكون قيمته 30 دولار لما تشتريه بشكل منفصل وايضا ساعته 26800 ماه او 97 واط تقريبا لو كان اكثر من 100 واط راح يورطوك في المطار وما راح تقدر تشله السفر معاك فانكرت شركة ذكية خلتها على 97 واط علشان تقدر تسافر فيه اي حتة في العالم الشي الاخر ساعته 26800 راح تاخذ 8 ساعات لحد ما تشحن فل في الشواحن العادية لكن هذا الشاحن يجي بسرعة شحن 45 واط يعني راح ياخذ تقريبا ساعتين ونص لحد ما يشحن من صفر الى امية بمنفذ USB تايب سي عالمي يعني نفس المنفذ اللي راح تشحن فيه الايباد اللابتوب راح تستخدمه بشحن الباوربانك بالنفس طبعا كل هالمميزات اكيد لها عيوب اولا الحجم عملاق وما تقدر تشله في اي مكان ومش سهل تشله وزنه كأنك شال اربع ايفونات كاملة ثانيا هذا النسخة تجي بUSB C1 واثنين USB A كنت اتمنى اشوف USB C اكثر بحكم انه تقريبا كل جهزة الحديثة تجي بالUSB Type C ومن عيوبه ايضا بالنسبالي انه ما فيه تقنية الماكسيف ولا الشحن اللاسلكي عيوبه الثالث سعره مش رخيص بس بصراحة بعد مشغالي 30 ريال عماني مع القابس ما يعادل 300 ريال سعودي او 79 دولار امريكي بالمواصفات والشركة عملاقة مثل انكر اشوفه مبرر له بس مش الكل راح يقدر يقتني طبعا هالسعر ما راح تحصله الا مع مايستور اللي ارسلوا لي اياه بعد ما انا طلبته شخصيا لاني خضيته قبل واعجبني وقلت خلينا اعملكم انبوكسنج ومراجعة له راح احط رابط المنتج من مايستور تحت الفيديو حطونا لاك لو اعجبكم الفيديو ولا تنسوا الاشتراك لو حابين تشوفوا فيديوهات اكثر اشوفكم على خير